أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة أيضاً دكتور أحمد عبد العال خبير التغيرات المناخية أهلا بك دكتور أهلا بحرقكم رسداء المشاهدين إحنا طبعاً لطالما ساعدنا بحضرتك وشرفنا بك في كثير من النقاشات المرتبطة بملف المناخ والتغيرات المناخية لكن أبدأ معك بقراءتك للمنتدى أو المؤتمر هذا العام إليه مدى ترى من حيث الأهمية أو الاختلاف عن سابقه من مؤتمرات كوب والله يا حضرتكم أنا يعني خليني مش أدر أقولها لكن أنا غير متفائل ببرضو بكوب 29 لأنه ما زال التوصيات التي حدثت فيه الكوب المختلفة لم يتم تطبقها ولو حتى بنسب مختلفة النسب التي تم تطبقها نسب ضائلة جداً لا ترقى لدرجة الخوف على كوكبنا وممكن ما يحدث من العقزات الاحتباس الحرادي وتأثيرها الشديد على نمط الحياة في العالم أنا شايف أنه العالم بيدخل بيتكلم ويتم اتفاق ولكن التنفيذ ضائل جداً جداً فيه أكتر من قبضة طيب فيما يرتبط بمشكلة المشكلات دكتور أحمد وهي مشكلة التمويل تكاد تكون مشكلة حاضرة في كل مؤتمر وأيضاً في معظم الحلقات النقاشية وحتى في كلمات المتحدثين في المؤتمرات المتلاحقة برأيك حجم هذه المشكلة وكيف تتعامل معها شبه حراكه ومنذ القب اللي كان في باريس في 2015 وكان تم الاستفاق على 100 مليار دولار لم يتم التطبيق منها أكثر من 2 أو 3% القب دون طالبين 1 من 10 تريليون دولار عشان يجبه التقاير المناخي والدول المتأثرة والتكايف مع هذا التقاير المناخي فإذا كان أفلاً المبلغ الضائل اللي هو 100 مليار دولار لم يتم التنفيذ إلا أكثر من 2 أو 3% منه فبالك لما تكون محتاج إلى تريليون هل حيتم التنفيذ أعتقد أنه شيء في من الصعوبة لأن الدول القبرى المتسببة في الطاير المناخي لا يهمها الطاير المناخي ولا يهمها الدول المتأثرة بالطاير المناخي يهمها التقدم التكنولوجي بسرعته الغير عادية هذا كله اللي يهمهم فبالتالي أعتقد حتى كمان مع فوز ترامب قد يؤدي ذلك إلى مشكلة كبرى وهو أنه أساساً غير مقتنع به الطاير المناخي أو غير يعني فبالتالي حينسحب زمن سحب قبل كده أذكر مشاهدين بأنه انسحب من كيوتو بس لفت كده فطبعاً هو أساساً المفروض أن أمريكا لها مبلغ كبير أو يتساهم بمبلغ كبير في التكايف مع طايرات المناخية فأنا أعتقد أنه يعني ده حتبقى عشان كده أنا غير متفائل لكوب 29 زي كان حضرك سألتني طب يعني لو حبينا أن احنا ننفذ التوصيات طبعاً لازم أنها متبقاش توصيات لازم تبقى قرارات ولازم تكون هناك جهة سيادية على مستوى العالم زي الأمم زي المجلس الأمن يراقب هذا التنفيذ وأعتقد أن دي أنا عارف أن هي فيه شيء من الصعوبة لتنفيذ هذه الأفكار لأن طبعاً دي حتى هتعمل مشافي كبيرة بين الدول وخصة الدول العظمى المشاركة بكميات كبيرة جداً من غزابة الاحتباس الحراري طب دكتور إن لم تلتازم هذه الدول بدفع المستحقات المالية كيف يمكن إجبارها أو إلزامها أو إقناعها يعني بهذه الدرجات المختلفة من الالتزام بخض الإمبعاثات الحرارية التي تصدر من قطعاتها الصناعية المختلفة أنتوليو جتيريش أوضح أنه إذا أردنا أن نبقي يعني لا تحترر الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة فينبغي أن نخفض الإمبعاثات بنسبة 9% أو نحافظ عليها بنسبة 9% هل تعتقد أنه هذا الأمر على الأقل يمكن إقناع هذه الدولة التي تفعلها؟ زي ما قلت لحضراتكم الدول العظمى المشاركة بالكمية الأكبر من غزات الاحتباس الحراري على مستوى العالم هي أساساً كل مهمة هو ملحقة التطور التكنولوجي حتى لو كان على حساب هذه الدول وحساب شعوبها وإذا ما إحنا شايفين ما فيش دولة في العالم ما تأثرتش بطورات المناخية كل دول العالم حدث عندها ظواهر جوية ووصفت بأنها لم تحدث من قبل ولم ينتبه أحد من أساس السياسيين أستاذ السياسيين لهذه الكلمة ومدخل طورتها على أن ما أقول لم تحدث من قبل قد يؤدي ذلك إلى كوارث أكتر من موجود حالياً ولكن زي ما أقول لحضراتكم أنه مش من السهل أن هما يقللوا كميات غزات الاحتباس الحراري ويصلوا إلى سفرية الغاز السياسيين الكربون كده هذه الدول لن تدفع ولن تلتزم بخفض البعثات الحرارية يبقى سؤال الأهم الآن ما هي الخيارات المتاحة أمام الدول النامية إذا أرادت أن توجد بعض البدائل للحفاظ على مناخها أو الحفاظ على مقدراتها للأسف هذه الدول وخاصة الدول النامية لا تستطيع أنها لا تتكائلاته بمجابة الطوار المناخ ولا التكايف حتى معها العازل موجود سيولة التي تمكنها حتى من التكايف مش هقول حتى المجابة التكايف مع هذا الطوار المناخي فيجب على الدول العظمة أن تساعد هذه الدول حتى منها تستطيع أنها تتكايف مش هنقول أنها تجابة حتى تصنى تتكايف مع هذا الطوار المناخي يضغط على هذه الدول بأي شكل من الأشكال سواء ضغوط سياسية أو اقتصادية يعني مقاطعة التعامل معها غلق أسواقها أمام منتجات هذه الدول غنية أي أفكار تجبر هذه الدول أو تلزمها على الالتزام يعني أضع في لمان نقل التكنولوجيا لهذه الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية الحادة مثلا هذه مجرد أفكار دكتور أحمد والله يا حضراك أفكار النهاية يجب أنها تطرح فعلا وانعتقد أن الجانب المصري ممكن يطرح مثل هذه الأفكار لأنها طبعا أفكار مقابلة للطبيق خاصة أنه ممكن هذه الدول العظمى أنها تنقل هذه التكنولوجيا التكنولوجيا الأخضر كما يقال من استخدام الكهرباء النتجة من الشمس الكهرباء النتجة من الرياح يعني الطاقة مثلا التي تساعدنا على أو تساعد هذه الدول على مجابل هذا التغير المناخي والتكيف معه نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذه المشاركة معنا شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذه المشاركة معنا